نحكي حدوتة لطيفة الحدوتة بالتأكيد مش هتبقى متعلقة عن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية لأنه هذا الأمر ليس فيه شيء لطيف على الإطلاق لكن الحدوتة اللطيفة اللي هحكيها لك بدأت من حوالي ست سنين من ست سنين بدأ مجموعة من شبان المهتمين، الضالعين اللي تقدر تقول غارقين في أشأن السياسي مجموعة مستقلين ومجموعة تانية شبان جوه كل الأحزاب المصرية تقريبا أو حتى أغلبها لو حبيت تسميها كده المجموعتين دول خدوا قرار أنه هم عاوزين يدوا شكل جديد للعمل السياسي في مصر هذا الشكل الجديد للعمل السياسي اللي في مصر يبقى قايم على فكرة تقريب وجهات النظر يبقى قايم على فكرة المشتركات إيه الأمور المشتركة اللي ممكن تبقى موجودة ما بيننا مجموعة ممكن تبقى فيه أقصى اليسار مجموعة ممكن تبقى فيه أقصى اليمين مش دي المسألة المهم إن إحنا الأول نشتغل مع بعض على نقطة رئيسية يا جماعة إحنا عاوزين نبني البلد ده أولا لأ أعاوزين نبنيه طيب هل حد فينا مستعد إنه يغامر بأمن هذا البلد واستقراره أبدا طيب هل إحنا عاوزين نبني ما نطلق عليه حياة سياسية سليمة أيوة طيب هل إحنا متفقين إنه العمل السياسي المصري أو الشارع السياسي المصري يحتاج إلى مفاهيم جديدة وشكل جديد أكيد هل محتاج دم جديد طبعا خلي بالك كلنا كنا بنتكلم على إنه ثبات الأوجه السياسية كما هي 30-40-50 سنة تقريبا أنا بكلمك على إنه الواقع أو الشارع السياسي المصري كان يحمل نفس الأوجه من الستينيات لحد مثلا سنة 14-15-16 تقريبا نفس الناس لكن بدأت تظهر مجموعة من الوجوه وتقدر تسميها وجوه بازغة يعني وجوه عندها أفكار جديدة عندها طريقة جديدة للعمل السياسي وجوه بالمناسبة أقل حدة بمراحل من كل الوجوه السابقة مع اللي احترام بالتأكيد بالمناسبة لكل كبار العمل السياسي يعني الوجوه التاريخية والأسماء الكبيرة كل واحد فيهم هو ابن تجربته ابن مرحلته قد من اللي يقدر عليه وبالفعل حصلت التجميع دي تجميع من شباب الأحزاب ومجموعة أخرى من الشباب المستقلين وخدوا قرار أنهم ينسقوا فيما بعضهم البعض طريقة العمل السياسي طريقة المفاهيم بنتكلم على تقريبا 26 حزب أو شبان جايين من 26 حزب باختلافاتهم الفكرية جدا يعني أنت هتلاقي مثلا شبان من حزب التجمع شيوعيين هتلاقي شبان نصريين هتلاقي شبان لبراليين هتلاقي شبان من حزب النور أنت عمليا أدي ألوان الطيف السياسي المصري صح ولا لأ يعني يسار ويمين ويمين وسط وحزب النور إلى آخره والتجربة الحقيقة خلال الست سنين أو في بدايتها ما كنتش تقدر تحكم عليها لكل الأسباب الطبيعية أنه إزاي تقدر تحكم على تجربة أيا كانت وبالذات عندما تكون تجربة سياسية من السنة الأولى أو السنة التانية لأنه بطبيعة الحال أي تجربة فيها أمور كتير جدا صائبة فيها أمور أيضا قد تكون غير صائبة وبالتالي لازم يحصل عملية التجربة والخطأ وتراكم الخبرات وما إلى ذلك وتراكم الخبرات على مدار الست سنين اللي فاتوا للتنسيقية تقدر تقول أنه كان ليه نواتج كتير مهمة جدا تعال نفكر مع بعض بصوت عالي على هذه النواتج المهمة النواتج المهمة هي أن أنت قدر تتقعد كل الأيدولوجيات المختلفة على نفس ذات الترابيزة ويقدروا أن هما يعملوا طول الوقت منقشات اللي نقرد نسميها كده المناقشات البناء أو نقد بناء مش بس مجرد المناقشة لأجل المناقشة وإن كانت المناقشة لأجل المناقشة في حد ذاتها شيء كويس لأنها طول الوقت بتعمل عملية عصف فكري وتجديد وما إلى ذلك لكن كمان قدرنا نوصل لمسألة نقض بناء هناك أمور قد نختلف عليها تعالوا نشوف إحنا مختلفين على هذه الأمور ليه أو عوزين ننتقد هذا الأمر ليه ويا طرع هل طرع عندما ننتقده هل نتقدم فقط بأنه إحنا هنعارض بس ولا أقدر عارض وحط كمان حلول بديلة أنا شايف أنه كذا مش مظبوط طيب يا طرع إيه هو البديل بتاعه وهكذا وفي النهاية خالص أصبح في عندنا كمان من تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين عندنا ناتج مهم إحنا عندنا مجموعة من النواب في المجلسين في البرلمان المصري سواء إذا كان مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ وبدأنا نشوف الأداء بتاع النواب أو نواب تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين وشوفنا منهم أداء الحقيقة حلو جدا طيب هل هذا الأداء أيضا قابل للتطور ولا جاب سقف السياسة لا ما جابش سقف السياسة لسه هيتطور أكتر وهكذا تجربة لازالت مستمرة إحنا بنتكلم على ست سنين أنا أراهم ست سنين ناجحين لأنه هم تعاطوا مع كل أمور الشأن المصري سواء إذا كان فيه السياسة الداخلية في السياسة الخارجية في الشأن الاقتصادي في الإدارة المحلية يعني كل الأمور كانت بتتم تغطيتها وكانوا دائما بالمناسبة وده من الحاجات اللي عجباني بصراحة شديدة جدا في التنسيقية دايما فيه إصدار لأوراق عمل وبيانات وخلصات التجربة وما إلى ذلك وفيه ناس احتكت بالتنسيقية تحديدا يمكن من خلال البرلمان يعني لما تيجي تشوف النواب البرلمانيين من غير التنسيقية بالتأكيد بيحتكوا أحيانا بيحصل اختلافات أحيانا بتحصل توافقات وما إلى ذلك